نستكمل مع بعض موضوع الفئات ونقول أن بعض الرموز المستخدمة مع الفئات أول حاجة الانتماء بنقول إذا كان العنصر A موجود بالفئة B فإنها نكتب A ينتمي إلى B أو A موجود في B والعكس إذا كان العنصر C غير موجود بالفئة B فإنها نكتب الصورة C لا تنتمي إلى B C غير موجودة في B ده الانتماء ونلاحظ أن الانتماء بيكون بين عنصر وفئة الاحتواء إذا كان جميع عناصر الفئة A موجودة بالفئة B يعني أدور على أي عنصر في الفئة A أيضا موجود في B فإنها نكتب الصورة A sub 6 من B أن الـ A فئة جزئية أو جزء منين من B ونقول أن الفئة A جزء من الفئة B أما إذا وجد عنصر واحد على الأقل عنصر عنصرين ثلاثة موجود في الفئة A وغير موجود في الفئة B فأقول أن A ليست جزئية من B A ليست محتوى جوه من B ثالث مفهوم هو الاتحاد والاتحاد بيكون فئتين لو أنا عندي فئة A وفئة B أي إن كان العناصر الموجودة بينهم فأقول أن التحاد A وB برمزه بالرمز A اتحاد B وبقول هو العناصر الموجودة في A والعناصر الموجودة في الفئة B بدون تكرار يعني لو في عنصر موجود في A وموجود في B فأكتبه مرة واحدة بس مكتبوش مرتين رابع مفهوم هو التقاطع لو أنا عندي فئة A وفئة B أي إن كان العناصر الموجودة في الفئة B فأقول أن تقاطع A مع B هو جميع العناصر المشتركة بين A والB يعني اللي موجودة في A وموجودة في B